وللمزيد حول البيانة الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بشأن المجزرة التي وقعت في قرية نهر الإمام في ديالا ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبدالقادر النايل أهلا بك سيد عبدالقادر يعني بداية أصدرت في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا بعنوان دماء أبرياء ديالا رسائل سياسية وافتعال إقليمي السؤال هنا من رسائل السياسية التي قصدتموها من مجزرة قرية نهر الإمامة اليوم تفضل أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام بالبداية نعزي أهالي ديالة وعوالي الضحايا والشعب العراقي بهذا المصاب الجلل والكبير الذي راح ضحيته حقيقة عشرات من الأبرياء المدنيين لرسائل سياسية والافتعالات أزمات من أجل إعادة تدوير الطائفية في العراق بعد نتائج الانتخابات هناك ثلاثة رسائل أرادت هذه الجهات إرسالها الرسالة الأولى هي رسائلة محلية لا يمكن تشكيل الحكومة دون أن يكون هناك للمحور الإيراني ولميليشياته دورا وإلا فإن دماء العراقيين ستكون هدفا واضحا لنا والرسالة الثانية هي رسالة دولية بأن العراق لن يستقر دون أن يكون هناك حقيقة استجابة دولية لرعاة العملية السياسية وعلى رأسي من الولايات المتحدة الأمريكية بإعطاء حصة الميليشيات الموالية لإيران وجناح الفتح تحديدا في العملية السياسية لأن المستفيد من عملية إراقة الدماء في ديالة في هكذا توقيت قبيل تشكيل الحكومة هي الميليشيات التي تدعي أنها خاسرة وتتظاهر على نتائج الانتخابات نعم سيد عبد القادر يعني لو بدأنا بسبب أحداث مجزرة قرية الإمام والهجوم على قرية الرشاد إذا كانت رواية أن داعش هو من نفذ هجوم قرية الرشاد فبما تفسر تلك الرواية وإشاعتها أولا قبل ثلاثة أيام تم سحب النقاط التفتيشية والحوائج الأمنية التي تحيط بمنطقة الرشاد أو بقرية الرشاد وبالتالي تم أيضا تعطيل الكاميرات التي كانت موجودة في هذه النقاط أو الحواجز التفتيشية وبالتالي حدثت المجزرة عندما دخل المسلحون إلى قرية الرشاد وقتلوا ثم انسحبوا دون أن يتم تأسير أحدا منهم أو اعتقال أو قتل أحد المهاجمين ومعلوم تماما أن هكذا عمليات لو تقوم بها داعش أو عصابات داعش الإرهابية ربما لا تستطيعوا الانسحاب لبقى تقاتل حتى تم قتلهم لأنه لا يوجد هناك ملاذات أو مناطق آمنة يمكن الانسحاب إليها وبالتالي العملية لديها كثير من الرسائل لأنه الذين قتلوا من عناصر الميليشيات هم تابعون لسرايا السلام وهذا يفسر على أن المستفيد من القضية هي الميليشيات التي تتبع جناح الفتح وتحديدا لأنه ديالة فيها ميليشيات بدر ثم تكرار الهجوم مرة ثانية بطريقة علنية وبقضية معلومة وبسيارات الحكومة وسيارات الحجي الشعبي على منطقة الإمام وقتل هكذا الناس الأبرياء ومنهم أطفال ومنهم نساء وحرق المساجد والمركز الصحي والمدرسة يدلل على أن هناك عملية ممنهجة يراد منها حقيقة خلط الأوراق وإعادة الطائفية وبالتالي دماء الأبرياء هي التي تكون وقودا لهكذا عمليات رخيصة على أسس تشكيل حكومة في العراق نعم أيضا هناك أهالي من المناطق التي تعرضت لهجوم أسفرت عن الكثير من المجازر تحدثوا عن تقاعس الأجهزة الأمنية وعدم التجاوب مع نداءات استغاثتهم هذا التفسر ليس تواطئ كما يظن البعض هذه مشاركة فعلية في هذه الجريمة ولذلك عندنا راقبنا اليوم التصريحات السياسية وجدنا تصريحات على إدانة الفعل الإرهابي في قرية الرشاد لكن لم نرى لا من الكاظمي ومن الأطراف السياسية الأخرى ولا من هذه الميليشيات إدانة للهجوم البربري والرخيص على قرية الإمام وكذلك حقيقة إلى هذه اللحظة لم يسمح لهم بدفن المغدورين وتطوق منطقة الإمام ومنطقة الميثاق وملة شهاب إلى هذه اللحظة التي نتكلم معكم فيها من قبل الميليشيات وهناك تخوف أن ترتكب في هذه الليلة مجازر لم يكن هناك أي تحرك حكومي إذن هناك مشاركة فعلية من القوات الحكومية بهذه الجريمة العالمية وهذه رسالة واضحة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن وللمجتمع الدولي الذي يبارك العملية الانتخابية ولا نعلم هل يباركها على دماء العراقيين بهكذا طريقة فجة وبهكذا إرهاب حكومي ومنهج لذلك الحكومة دعمت عملية الإحراق والقتل في قرية الإمام في سؤالي الجديد إليك سيدة عبد القادر كيف تقرأ توقيت هذه المجزرة وإشاعة الفوضى قبل أيام من إعلان النتائج النهائية للانتخابات والتي يقال أنها لن تتغير كثيرا عما أعلن سابقا لها ارتباط وثيق تماما لأنه إذا ما نظرنا إلى جميع الحكومات التي جرى تشكيلها في العراق بعد 2003 لوجدنا أن قبيل تشكيل الحكومات يأتي عمليات الانهيارات الأمنية والاستهدافات الطائفية وخلط الأوراق ولذلك هذا التوقيت حقيقة هي كما أسلفنا في بيان الميثاق الوطني أن هناك رسائل إيرانية واضحة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن هذه المنطقة هي الأقرب برير على إيران ولذلك تنشط فيها ميليشيات موالية لإيران كميليشيات بدر وغيرها لذلك الرسائل هي أن لا تتشكر الحكومة وإلا ستكون هناك بحارة من الدماء على حساب دماء الأبرياء إلا أن يكون هناك مشاركة للأطراف التي خسرت الانتخابات ولم تستطع أن تزور كما زورت الكتل السياسية الأخرى ولذلك لأن الحكومة تشكل ليس برغبة عراقية إنما بقرار دولي وتفاهمات إيرانية أمريكية بالتالي إيران أرادت أن تعطي رسائل للجانب الأمريكي بأنه ينبغي إذارتهم الاستقرار والمضي في العراق وتهديئة الأمور ينبغي إذن أن يتم إعطاء المحور الإيراني الكبير والولائي داخل العملية السياسية مناصبه ووزاراته وبالتالي يعطى لهم حصة الأسد من تشكيل الحكومة القادمة أين الجيوش المليونية من قوات أمنية وميليشيات حشد في المناطق التي تعرضت للهجمات والمجازر إذا كانت العمليات الإرهابية تنفذ بهذه السهولة أولا هؤلاء هم فاشلون بالتأكيد لأن ما يجري في العراق ليس هناك يدلل على وجود قوات عسكرية وأمنية تستطيع الدفاع عن المواطن العراقي ثانيا أن هذه القوات ثبتت من خلال هذه الهجمات أن ولائها ليس للعراق وأنها تنفذ جندات خارجية وهناك أدلة وشواهد كثيرة على هذا الإطار بدليل ما جرى في تظاهرات المنطقة الخضراء لميليشيات الحشد عندما تحركوا داخل منطقة الخضراء هذه القوات التي تحمل منطقة الخضراء ألقت بسلاحها وشاركت هذه الميليشيات التظاهرات وفتحت المجال بدليل على أنها ليها توصيات خارجية وثالثا هذه الأطراف العسكرية والميليشيات هي المتهمة بارتكاب هذه الجرائم بدليل على أن جريمة أقل تقدير جريمة معلومة وهي جريمة قرية الإمام هي معلومة للجميع والجهات الحكومية وللعالم أن من انتكبتها هي ميليشيات الحشد والقوات الأمنية ساعدتها بطريقة واضحة وأن سيارات الحكومة والدولة هي التي نقلت هؤلاء المسلحين لقتل وحرق الناس الأحياء الأبرياء في هذه القرية وبالتالي نحن أمام جرائم مكشوفة ومعلومة ترتكب هذه القوات لذلك هذه القوات لا يمكن أن تحافظ على أمن العراقيين ولذلك العراقيون حقيقة اليوم يعلنونها بشكل واضح تماما لا وجود لأي قوات يمكن أن يعول عليها في حفاظ أمن المواضن البريء عضو اللجنة العليا للمثاق الوطني العراقي عبد القادران نايل شكرا جزيلا لك